الصورة اربحوا قلعة الكوس وurableها ناوي على الجديد شكل النصر ينزل شكل النصر قبل الظروف وقبل التحديات اللي واجهها يراه ادي وهل الجديد الآن يفكر بالي وراس والنصر شف وضعك فالأهل جايك بالثاني وفي رأس البريكان يؤكد أنه هداف النادي الأهلي ست نقاط يخطفها الأهلي ماذا عن محور الحلقة الثاني؟ القمة الآسيوية قمة العين والنصر أو النصر والعين تابوس النصراوي هذه المباراهم؟ لا أنا أحس أن النصراوي هنا يتكلب على جنبي مين يشوف العين؟ جنبي سار يشوف العين مفترق طرق يا حياة يا موت ودمار ماذا عن عزيز؟ عزيز لابورت، الغنام، تاليسكا، وماذا الواضع؟ لكن فيه الشخصية كريستيان ورونالدو لكن عندك مدرب يو جاي من العيد الله يعينك يا النصراوي مباراة مصرية مباراة مصرية وخلها على الله يا عاصر المباراة بيد الجمهور النصراوي وقبل نبدأ الاشتراك، اللايك، اكتب أي شيء بالتعليق وجزاكم الله خير، وبسم الله ويلا نبدأ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن حياك الله يا عبد الرحمن حيا الله عاصم يا أهلا وسهلا عبد الرحمن ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن مبدع والله في التشويقية يعني مموثل أنت صراحة يا أخي ذبحتنا هذه يمكن ثالث حلقة تقول لازم نمدحك نعطيك جرعة معنوية رحمن الله يسر لازم نمدحك من القلفة المحلل لازم نمدحك يعني يمكن يوم من الأيام تشوفني مموثل؟ هي هي أكيد الجولة الثلاثة هو العشرين يا الله خلاص ساكروا على الدوري والله يشوفها ساكروا على الدوري شوفها عاصم عليك بس الدوري الآن تعصيل حاصل والله صد يعني يعني قاعدين نشوفهم برايات بس الهلال شكله خلاص أعني أن يوقف الهلال هذه عنوعنا الجولة هذا ما في أحد جاوب على هذا السؤال أي والله طيب ترتيب الدولة الآن عاصمة مش هواسع بالنقاط يعني تتكلم عن بين الهلال والنصر اثناش نقطة بين النصر والأهلي ست نقاط بين الأهلي والاتحاد تقريبا سبع نقاط خلاص المنافسة على المراكزة هذه اللي تحت الهلال الثلاثة صراحة فيه منافسة بس نقول حتى المقاعد الآسيوية ضمنت لا أقول لك في منافسة على الثلاثة اللي تحت الهلال بس حتى الثلاث بينهم قاب با ما في قاب الناصر مترنح على أهلي شويها على الاتحاد يعني ما تدري ما تدري خلنا ندخل يا عبد الرحمن في صلب المباراة هذا موجونا أننا بن تكتك يلا بسم الله نبدأ ونقول يلا لي ما ينقع أنا قلبت السكريم بشوف تتذكره ولا لا تمام عليك أول شي منصة إحسان قبل لا نبدأ ربط الأول ريال في هذا دبلو الشهر الكريم ونبرك لهم في الشهر الكريم وشهركم مبارك إزاك الله خير يا أخي طيب مباراة التعاون والأهلي المباراة صراحة المملة مملة يا أخي يعني ما فيها أهداف الحسم يجيك بآخر الدقائق هل هي مباراة تكتكية؟ مباراة تكتكية وفي رعونة فردية كيف رعونة؟ يا أخي صراحة أفضل ما في المباراة شي واحد أجبني أنا جراءة المدرب ياسرة في إخراج ماكسيمان ورياض محرز في تبديل واحد يو الله يا رجال أنا مثلك والله شدني هذا الشيء صراحة جراءة ما بعدها جراءة وهذا اللي نبغاه من المدربين لاعب عالمي ما في شيء اسمه لاعب عالمي ألعب في الملعب كويس كله أطرع يا أخي صراحة يعني رعونة فردية خاصة من كلهم يعني رياض محرز وماكسيمان ولكن الكبرى عند رياض محرز وآثق أنه طلع قبل لا يطلع رقمه في التبديل طلع طلع قبل لا يطلع يعني حد شوف التصرف وصراحة فيه ناس شنين حملة على الهضم يحرز يا أخي اللاعب أوكي أنت تلعب ترقم براك كل بالسبوع مرة يا خلقة الأدي يا أخي صحيح يعني شوف أجانب نادي الهلال شوف بعض أجانب نادي الناصر يا أخي ما شيء غريب صراحة لما نشوف اليوم يا عاصم تشكيلة نادي الأهلي يعني خلنا نقول غياب اللاعب إبنز تمام وأيضا الظروف اللي حصلت لللاعب اللي خلف المهاجم ذكرني باسمه اللاعب فيقا فيقا خلنا نقول أنه نادي في راس بس ولا أقطع كلامك في راس ما زال رأس حربه وفي المينيو في الخلف في المينيو هل تكيف على هذا المركز ولا لا لا متكيفه على هذا المركز لكن الأهلي والتعاون لما نتكلم عن المباراة التعاون تلعادة في كل مباراة يلعبها ضد فريق كبير يرجع للثلاثي في الخلف لكن المفارق أنه ثلاثي في الخلف لك أنت نائم يحوري بسبب خروج مدران لنادي الاتفاق فبالتالي هو مجبور يلعب بالخمسة اثنين ثلاثة ومرات خمسة أربعة واحد لما تشوفهم براه في الشوطة الأول نادي التعاون إغلاق مسارات تمرير ما في أي ضغط على حامل الكورة أنا أحاول أني أقضع مسارات تمرير فبالتالي الأهلي في التدرج كان خلنا نقول مو سيئ ولكن غير قادر على أنه يعني يحاول أنه يجد حل للبلوك الممتاز لنادي التعاون اللي كان من منتصف ملعب نادي التعاون وأيضا كان كيسيه يعني كان البلوك يعتمد على حركية كيسيه متى ما كان كيسيه هنا حنا نرفع البلوك عشان نخلي كيسيه في غابة من السيقان لادي التعاون نجح في هذه في إخفاء كيسيه لأنه كيسيه هو اللي نقول يطلع الأهلي من ثلث لثلث ومرات هو اللي يختب فبالتالي كان الحمل أكبر على فرمينه لكن حتى فرمينه ما حتى المدرب محاول أنه يخليها زي الواضع مباراة متحفظة في الشوط الأول نضع أفكار أنا في الشوط الثاني فمباراة كانت متكافئة كانت في منتصف الملعب حتى في ضعونة فردية حتى لما تقول المباراة لما تكون كذا حتى اللعبين الفرديين ما طلعوا في الشوط حتى كامل المباراة طيب الشوط الثاني أنا بسألك عن التبديل اللي حصل ويش كانت قراءة المدرل بأسلة لما تلاحظ أنه التعاون في الشوط الثاني لجأ إلى خيار الضغط الحامل احنا قلنا أغلاق مسارات تمرير كبلوك ميديم يسمى الميديم بلوك أو من منتصف ملعب النادي التعاون لما تشوف الشوط الثاني نادي التعاون يقرر أنه أنه يصعد هذا الرضاعي في عملية الضغط على خلنا نقول كمناطق افتكات من منتصف الملعب بسبب أنه كيسي مدرب الأهلي رجع كيسي متأخر للبناء واللي يطلع في عملية النقل الكرة من الثلثة الأول للثلثة الثاني في محطتين كيسي وفرمينو فبالتالي الأهلي قرروا أنه يتموج بشكل جيد في نقل الكرة فبالتالي حتى التعاون استجاب لهذه الفترة في عملية الضغط العكسي اللي خلنا نقول أو الضغط في منتصف ملعب نادي التعاون الأهلي يتدرج بشكل جيد ممتاز في التدرج يطلع الكرة بشكل ممتاز وينقل الكرة من الثلثة الأول إلى الثلثة الثالثة لكن الآن هنا يلا بسم الله واحد ضد واحد ماكسيمان ورياض محرز هنا هو مدرب التعاون يبغاها ليش؟ لأنه يدري أنه مو في حالتهم وأيضا حتى أنه يعني خلنا نقول في مسافة بين خط دفاع التعاون وخط وسط التعاون لأنه خلاص أنت في منه طلعته كيسي طلعته من حاله أنت الآن على أجناب الملعب ماكسيمان ومحرز القضية أنه إذا طاح إذا طاح عندك جنبين مثل محرز وماكسيمان حتى أنت ما تعول على أظهرتك كذا كذا يموت الطرف كامل فبالتالي شوف الجراءة من المدرب في تبديل يعني تناحين في وقت واحد وعالمين اسمين عالمين حتى دفاع التعاون دفاع ما يبالغ أنه يطلع ويقابل أنا أسأل أنا أنتظرك أنك تجي تقابل لأنه كل ماكسيمان ومحرز هو اللي يروح للعب فالعب من تظهر يجي هنا هي كعاصمة عن النتيجة يعني تلعب قدام التعاون اللي أصلاً ينافسك في المراكز يعني مهدد للنادي الأهلي والنتيجة صفر صفر ست نقاط هي ترى المباراة فلما تلاحظ أنه التعاون يبحث عن إيش خلنا نقول الارتداد لكن الارتداد بتحفظ للظاهرين تمام وخلنا نقول النجوانكو مش منتاز كمحطة هو كلاعب مهاجب فكانت الخطورة في الشوطة الأول عند الكويكبي ولكن بدل مدربة التعاون أنه تكون الخطورة هنا وأيضاً فيه علي مجرشي في الشوطة الثانية يلعب في منطقة الجزاء ضي نادي الأهلي نادي الأهلي ثلاث لاعبين طوال قامة ضع أكبر قدر من اللاعبين في منطقة الجزاء مجرشي في راس طبعاً لا تتكلم منه الأهلي خلاص بدأ يلعب في الثلاثة الهجوم في راس مرات كيسي يعني أربع لاعبين عشان لكن بلا فائدة ليش؟ لأنه ما في توزيع ما في أدوار ما مش القضية أنك تكثر لاعبين فكان الحمل عند هذالا اللاعبين وأجده مدربة التعاون يبغى أن تصير واحد ضدوح لكي شوف الجراءة دخول اللاعب الرشيدي واسمحانا النابت وش اللي يتغير أنه استرادية التعاون نفسها بس اللي يتغير أنه هذول اللاعبين يطلبون الكرة في المساحة يطلبون أيشا الكرة وين في المساحة تلاحظ أنه دفاعها للتعاون ما قدر يستوعبها بسبب التبدلين شوف يعان قراءات المدرب يحسب لمدرب الأهلي هذي فقط أنا يا عاصم لما سجل هدف الأهلي تدري من طرع على باري أو شيء أنت ليس لما تكلمت عن فراس البريكا قلت أنه لاعب حركي ويجيد أنه يخطف الكرة خلف المدافعين أيوة هذي هذي قوة فراس يعني صراحة طريت على بالي للأمانة والشيء هذا أكد كلامك فاللي خلى دفاع التعاون أنه ماشي باستراتيجية محرزه ماكسيمان لكن يوم دخل هذول اللاعبين هذول اللاعبين يطلبون الكرة في المساحة مش لاعب يبغى الكرة في رجله عكس ماكسيمان شوف استراتيجية الجناحين هذول جناحين بجناحين مختلفين تماما فهذه اللي فكت شفرة دفاع التعاون أنه أنا مجمرا أني أروح أقابل اللاعب أو أني أجري على اللاعب هنا لا أنا أنتظر اللاعب هو اللي يجيني وفي عملية الواحد ضد واحد كان القرار سيء عند كل اللاعبين هذا يحتفظ بالكرة وهذا يعني المفروض أنه مثلا يمرر يسدد يسدد يمرر فالقرارات كانت كارثية بخصوص تناهية إميرال وهندي هل هذه المباراة تعتبر الاختبار؟ بسبب التحفظ التكتيكي عند شاموسكا لا لأنه مدرب شاموسكا ضد الفرق الكبير يحاول أنه يخطف الهدف يخطف الهدف من أي مجال أو يخرج بالتعادل أي فحتى تلاحظ التعاون دائما في كل مباراة كبيرة لما يسجل عليه الفريق الآخر تحس أنه التعاون يطلع أفضل بشكل أفضل فدائما شاموسكا يكون مقيد ويقيد أغلب اللاعبين في المباراة الكبيرة هذا هي حدث في مباراة التعاون والأهلي جميل يا عاصم نطلع للي بعده الللي بعده الللي بعده أووووو عبد الرحمن ممكن بس توصية ياب الله نبدأ في مباراة النصر والعين توصية منصة بس أنا كده بس لما شفت الـ screen بالي راح بعيد قمت هوجس في المباراة أنت المصراوي عبد الرحمن شايل هم المباراة شايل هم المباراة أنا نصراوي لأني مثل السعودية يا سلام لكن جد والله السكرين يعني خلتني أدخل في حالة صراحة هي مباراة مرعبة صراحة للمدرجة النصراوي مرعبة يعني كل الفرق مثل الأهلي خلاص انتهى يعني واضح معالمه الاتحاد واضح معالمه ألهي لا لكن النصر معالمه متضحة في هذه المباراة وأصلا يا عاصم خلاص كان النصر أو النصراوي يقول الدوري رأى علي الآن التركيز والطموح النصراوي أصلا البطولة الأسيوية صحيح هذه مستعصية هو مرح عليه الدوري بس تقول عطفا على الوضع الحالي صحيح على قوة الهلال واستمرارية وعلى التدبد بالنصر كيف يفوز نادي النصر؟ دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير يا سلام مباراة النصر والعين وهذه المباراة المكللة بالظروف يا سلام أما نتكلم عن عودة اللاعب لابا هداف نادي العين يا سلام ونتكلم عن ظروف نادي النصر يا سلام ونتكلم عن أيضا تصريح كاسر صرا من أحد العوامل النفسية صحيح فالنصر الآن قدام العين النصر ينقصه الجاهزية الذهنية فقط لأن هذه مباراة تخرج هنا مو هنا هنا طيب غيابات بعد هنا هنا أسماء غائبة هنا حظر الثريق الكويس حظر الثريق الكويس أنت خسران وتصريح والمدرج يعني المدرج في بركان صراحة فالتحضير الذهني عشان تكون ذهنيا كويس عشان تطبق شيء في الملعب كويس عشان يكون قرارك كويس أنت يخليه وتجيب أفضل لعب فردية خارق إذا ما حضرته ذهنيا كويس ما يقدر يطلع القدرات هذه والموهبة صحيح فخلنا نتكلم طيب أنا بسألك عاصم الآن والسؤال اللي يهم كل نصراوي اختيارات نادي النصر اختيارة النصر طلعت الاختيارات تيليس بروزوفيتش أوتافيو ماني يعني يعني إي بس كيف حيكون التناغم بينهم وكيف حتكون طريقة اللعب خلنا نقول لو نقول أن الحارس راغد النجار بسبب يقولون أنه جاهز الآن راغد النجار أنا بوجهة نظري لجامي كلاعب كلاعب ظهير ألف تيل العمري تيليس بروزوفيتش عبدالله الخيبري أوتافيو ماني كريستيانو غريب لكن ما هو الشكل خلنا نتكلم الآن الشكل أهم ما في النصر الانتشار يجب أن يكون الانتشار جيد الآن الكرة مع النصر ليجب وضع ثلاثي في الخلف صريح صريح وفيه ترابط بينهم لجامي لجامي يجب تقييده خاصة والكورة مع النصر تقييده دفاعيا وضع ثلاثي على الأقل أنا أدري أنه دفاع النصر مش منظم بس على الأقل تضع ثلاثي أكبر بالتأمين وغير كذا يجب التركيز الذهني من اللاعب لجامي أنه هذه الوماعة حساسة ما نبغى أي تهور ما نبغى أي كرت فلازم يكون اللاعب هادي وقدم أكيد 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 هذه التحضير الدهني تيلس فاتح أقصى طرف الملعب لازم نقول لازم أنك تفرد الملعب بشكل ممتاز أنت مباراة هذه لازم أنك تكون كامل تفاصيل أحد ما نفاتح أرض الملعب الآن الدور عند عبد الرحمن غريب يسقط بين الخطوط عشان نقول أنه النصر سلوب النصر لازم يتدرج منه صح ولا لا فيجب وضع أوتافي بروزوفيتش كلاهما في التدرج كريستيانو طبعا يكون يكون دائما حتى ترى نادي العين في التنظيم الدفاع عادي جدا ونكون سيئ فكريستيانو يحاول أنه يقيد قلوب الدفاع في عدم أنه يطلع عبد الرحمن غريب الآن دور في الاستلام بين الخطوط يجب أوتافيو عبد الله الخيبري أوتافيو عبد الله الخيبري بروزوفيتش أننا نطلع عبد الله الخيبري كيف أطلع عبد الله عبد الله يعني هو اللاعب رقم 6 ولازم أنه يكون خلف اللاعب بروزوفيتش ويتافح كيف أطلع من البناء لازم فيه استراتيجيين تطلع لاعب من البناء وش راح يكون دوره في الملعب يكون دوره في الملعب أنه يخلي محاور نادي يعني في مرات في كرة القادة سواها مدرب زيدان يخرج كاسميرو من عملية البناء وش وظيفته أثبت محاور الخصم بروزوفيتش ووتافيو يعني يأخذ ريسك بتروح تتقدم عبد الله خيبري يستنم بكل أريحية يعني يعني تخليه متردد فأنت تخلي فيه أفضلية لأوتافي وبروزوفيتش في عملية التصعيد وأيضا قبل أن نضع نحن نوتافي بين الخطوط عشان يستنم الكرة الآن عبد الرحمن غريب جنح ممتاز يستنم بين الخطوط أفضل من شاديوماني وأفضل من تاليسكا يستنم بين الخطوط جيد ولاعب مهاري خلنا نقول العين وشي بيطلع بسلوب توقع العين نفس الأسماء ما توقع أنه بيشرك المهاجم من أبي داعي أحساس أنه العين الأربع أربع أثنين خيمي وكاكو متى أنت ما خليت بروزوفيتش وتافيو أفضل لأنه ممتازين في الضغط أنا أعتقد أنه بيكون المهم عليهم في الضغط على محاول ندي النصر يبل الضغط على قلوب دفاع النصر لا أنا أعتقد الآن الضغط على محاول ندي النصر ليش لأن المباراة الآن يبيحاول يلعبها باستراتيجية دفاعية نوعا ما ومناطق افتكاك العين بتكون في منتصف المال عما رح تكون من الأعلى الأهم في النصر كريستيانو رونالدو غريب كان بينهم جمل ممتازة يمكن غريب لو تذكر غريب وكريستيانو كان بينهم جمل ممتازة ينقول أن النصر تحسن بعد الفتح كان بينهم جمل ممتازة أنه كريستيانو يطلع ويسحب قلب وعبد الرحمن غريب فاهم الجمل ويطلع حتى كريستيانو خلاص صار يسمي عبد الرحمن غريب أبو غريب أبو غريب فشف الميانة حتى الميانة فيه وهذه ممتازة طبعا عبد الرحمن غريب الجاهزية والإصابة أنت مجبور أنك تلعث فيه سادي وماني الآن الدور الأكبر أنه يأخذ الخط كامل عندك الخط كامل يا سادي وماني أنت الآن لازم تقدم مباراة العمر أنت على الطرف الأيمن تحسن أنه ممكن النصر يقولون أنه تفائل فيه على الطرف الأيمن خلنا نقول أنه على الطرف الأيمن يقابل إيريك فهي مباراة بين إيريك وسادي وماني متى ما طلعت إيريك حتى إيريك ممتاز في تدرج العين للهجمة فهمت فممكن سادي وماني يقوة في الضغط على إيريك أنه تمنع العين من التحول يعني كأنك تقول نفتح الجانب الأيسر لنادي النصر باللاعب تلس ونفتح الجانب الأيمن لنادي النصر باللاعب ماني يا سلام فخلنا نقول أيضا أهم شيء في النصر اللي قلتها في الحلقة الماضية الضغط العكسي النصراوي ومناطق الافتكاك أول خمس ثواني عند خسارة الكرة نقول شيء عطفا على الظروف لكن يجب التركيز على وين المربعات اللي نضغط فيها تدري يا عاصم وش أكثر ما يقلق النصراوي حتى في مباراة الدوري لأخير لما يفقد النصر الكرة أكيد لما يفقد النصر الكرة يطالع باللعبة يطالع بالكرة يشوف النتيجة الدقيقة تحس على أصابه هذه مطلقة في النصر وآخر فترة صارت حادة بس لما نقول المباراة تدريج النصر يجب أول عشر دقائق أنت تستغل عامل الأرض والجمهور أول عشر دقائق أحق أول أنك تطلع وتلعب في ملعب العين تقسم المباراة ما خطفت هدف خلاص تهدي الرتم آه مش هي المباراة تمسك رتمها أنت تتحكم فيها يعني إش معنى أنت تتحكم فيها أنت اللي تفرض أسلوبك على الخاصة أنت اللي مرات ترفع وتلعب بشكل حاد في الملعب ومرات أنك تهدي الرتم ومرات تقتل الرتم أصلا أنت أنك تحاول تشتت اللاعبين العين لأن هذه المباراة الذهنية النصر هذا اللي كان يفقد وآخر المباراة يتعدل ما التحكم مفتاح المباراة ما كان معه إذا كان مكاسترو قدر أنه يتحكم في المباراة أنا أعتقد أن النصر بيتاح هذا النصراوي يقولون في هذه المباراة ما نبي أي مشجع نصراوي يقول نبي العشاق النصراويين فقط لأنها ملحمة مباراة نصرية الموسم النصر يتقرر في هذه المباراة أنا أعتقد لو خسر النصر بتكون في قرارات إدارية في تمنع هذه المباراة يا عاصم هي المحق الكاسر والله أعلم صحيح هذا بالنسبة لمباراة العين والنصر طيب التوقعات أنا توقع المباراة بتكون 1-0 للنصر وتمتد الأشواط إضافية وتوقع أنها بتمتي ثلاثة واحد في الأشواط إضافية للنصر هذا توقعي أنا أتوقع أنا ليس راهاند كذا بسبب وجود كريستيانو صراحة أنا أتوقع 2-1 للعين للعين أوي يعني النصر سيحشنا أتوقع لأنه النصر يمكن يكون خارج الدهنية من هذه المباراة أنت بنيت على مع أني يا عاصم أنا مستبشر لما لابورت أخذ كرة أحمر استبشرت لأنه صراحة تحس أنه في هذه المباراة تحتاج المغامرة هجومية أكثر من كونها دفاعية فممكن خيرة أصلا طرد لابورت طرد لابورت عشانك تستغل بأجنبي ممتاز ما ندري ما ندري وش التوقعات ولا هي أمنيات هي توقعات أتمنى أن الناس وهذا اللي لازم يفهموا أن الناس ما اشتمني التوقع إحساس لا نشجع لناصر ولا نشجع عين ولا نشجع هلال ولا اتحاد ولا نحن نحب كرة القدر الله عليك شكرا لكم يطيك ألف عافية الله يعافيك عاصم وشكرا لك ونبي الدعم الله يسعدكم ولا تنسونا وترحلنا ولا شيء يبدونكم يعطيك الفعال الله يعافيك شكرا لكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغذرك ربي أتوب إليك وسلام عليكم